أهلا بكم مجددا معكم نوريس عليم دون التعلم معناو وفي هذا الفيديو سأتحدث عن موضوعين الأول هو البرمجيات مفتوحة المصدر ووجبريس كمثال على هذه البرمجيات وفي القسم الثاني من الفيديو سأتحدث عن خط صير القناة وما الفيديوهات التي أود أن أتحدث عنها في هذه القناة أو ما الموضوعات التي أود تنولها في هذه القناة فبداية دعونا نتحدث عن البرمجيات فما هي البرمجيات المفتوحة المصدر فبكل بساطة دعونا نبدأ كلمة كلمة البرمجيات ماذا تعني كلمة برمجية أو ماذا يعني كلمة برنامج فبكل بساطة بشكل مبسط البرنامج هو أنك تكتب كود معين يفهمه الكمبيوتر أو الجهاز الآلي بطريقة معينة ويظهر لك نتيجة أخرى أن تتود أن تظهر فعلى سبيل المثال ربما تكتب مثلا ربما تصنع برنامج الآلة الحاسبة أن تجمع رقمين معا والنتيجة التي تود الحصول عليها هي نتيجة ناتج الجمع فطبعا هذا موضوع بسيط وكل الناس تعرفه ولكن الفكرة هنا هل تريد أن تظهر للناس الكود الذي قمت بكتابته لإظهار هذه النتيجة على سبيل المثال إذا قمت بكتابة كود يجمع رقمين أو مجموعة من الأكواد تجمع رقمين أو كود للحاسبة هل تود أن تعرض للناس الطريقة التي كتبت بها هذا الكود أو الخوارزمية أو هل تريد عرض لهم هذا الموضوع فإذا قمت بذلك فأنت كتبت شيء مفتوح على المصدر ماذا يعني مفتوح على المصدر؟ أن الطريقة التي كتبت بها قمت بمشاركتها مع الناس وليس هذا فقط سأتطرق لنقاط الأخرى ولكن سنبدأ فكرة فكرة نقطة نقطة بهذه الفكرة فإذا على سبيل المثال لدينا مثلا وورد برس طبعا في هذا القناة حدثي كثير عن وورد برس وربما سمعت أن وورد برس هو برمجية أو برنامج أو أي شيء لا أعرف ما أن تسمونه برنامج برمجية مفتوحة المصدر فماذا يعني أن وورد برس مفتوحة المصدر؟ فلنكتشف ذلك معا بداية قمت بتنزيل وورد برس من الصفحة الرئيسية من صفحة التنزيل من الموقع wordpress.org وتم تنزيل هذا الملف هنا سأذهب إلى المجلد Downloads لدي وتم تنزيل هذا الملف الخاص بوورد برس وقمت بفك ضغطه ها هو وعندما قمت بفتح المجلد هنا ظهرت لي ملفات كل ملفات وورد برس ظهرت لي هنا كل هذه الملفات هذه الطريقة التي كتب بها وورد برس هذه الأكواد التي جعلت وورد برس يبدو على ما هو عليه كما نحن نستخدمه فنلاحظ أن هذه الأكواد إذا قمت مثلا دعوني أفتح أي ملف من هذا فمثلا هذا الملف دعوني أقوم بفتحه فدعوني أختار الملف الذي أود فتح المثلا text editor فنلاحظ أن هنا ظهر لدي الكود أو الأكواد بأحد ملفات موقع وورد برس ظهر لي أمامي فالطريقة موجودة أمامي ليس هذا فقط فأنا يمكنني أن أقوم مثلا بتعديل أي خط إذا كنت تعرف مثلا بالبرمجة ولا يعجبك وورد برس بالطريقة التي هو عليه فبكل بساطة يمكنك تغيير أي سطر برمجي أنت مسموح لك بذلك فهذا أيضا يدل أن هذه البرمجية مفتوحة للمصدر أي الشيء الأساسي الذي صنع البرمجية كما هي عليه هو مفتوح موجود لكل الناس فكل الناس يمكنها أن تنزل هذه ليس فقط تنزل برمجية وتستخدمها ولكن يمكنها رؤية ما الشيء الذي جعل البرمجية كما هي عليه وهو هذه الأكواد الموجودة بهذه الملفات المختلفة فإذا رقم واحد الكود المصدري مفتوح موجود لكل الناس كل الناس يمكنها رؤيته قراءته رقم اثنين كل الناس يمكنها تحريره إذا أرادت ذلك يعني بمعنى كما قلت بالفقرة السابقة أنه إذا لم يعجبني أنا أعرف بالبرمجة على سبيل المثال ولم يعجبني طريقة التي يعرض بها وورد برس هذا الموضوع أو طريقة التي تتعامل بها وورد برس مع هذا الموضوع فأنا بكل بساطة يمكنني التعديل كما أريد هل يمكنني مثلا هل يجب أن أشارك التعديل مع مجتمع وورد برس بشكل عام أم هل يجب مثلا أن أحتفظ به لنفسي هذا موضوع أنت تقرره إذا أردت مثلا التغيير على وورد برس واستخدامه في تطبيقاتك دون أن تقوم بمشاركة الشيء الذي قم تغييره مع الناس أنت حر لا مشكلة إذا وجدت مثلا نوضوع خطأ بورد برس وأردت مثلا تحريره ومشاركة الموضوع مع الناس أيضا أنت حر يمكنك القيام بذلك طبعا أنا أتناول الآن وورد برس كمثال وليس كموضوع أساسي وورد برس هو برمجية مفتوحة المصدر هناك الكثير من البرمجيات مفتوحة المصدر وشخصيا أنا أدعم هذه البرمجيات والآن ربما تسأل ما أهمية أن يكون هل يوجد برامج مغلقة المصدر وما أهمية أن يكون البرنامج مفتوح المصدر طبعا بالنسبة لحل هناك برمجيات مغلقة المصدر بالتأكيد هناك برمجيات مغلقة المصدر هناك أنظمة تشغيل مغلقة المصدر مثل نظام تشغيل ويندوز فتشاهدون أنا لا أستخدم نظام تشغيل ويندوز والسبب أن الكوضع المصدري لويندوز مغلق غير متوافر للناس لرؤيته والنظر فيه طبعا الآن سأجيب على السؤال الثاني ما أهمية البرنامج أن يكون مفتوح المصدر الآن نحن في عصر البرمجيات البرمجيات تستخدم بكثير من مناح الحياة وهذه البرمجيات كما هي مفيدة ربما تستخدم كشيء ضار للناس أو شيء ضار للتحكم بالناس وبالتالي البرمجيات مغلقة المصدر يمكن أن يكون فيها كوضار نحن لا نعرف به وهذا الكوضار الذي نحن لا نعرف به ربما يستخدم لإساءة لنا أو التحكم بنا وبالتالي هذا شيء يجب أن نتجنبه أن لا نستخدمه لأنه شيء مغلق غير معروف ما هو بداخله كمثل أنك فكر بها هكذا أنك أنت تشتري شيء هو مغلق أنت لا ترى ما بداخله وليس مسموح لك أن ترى ما بداخله وربما الآن أي شخص من المتابعين يقول لي أن أنا لا أعرف بالمرمجة حتى لو كان هذا البرنامج مفتوح المصدر لا يمكن أني رؤيته ولا يمكن التعديل عليه فما الفائدة أن أشتري برنامج أو أن أحصل على برنامج مفتوح المصدر وأنا لن أفهم شيء فقط أريد أن أقوم باستعماله والحصول على النتائج من هذا البرنامج الفكرة هنا بالموضوع أن صحيح أنك أنت لا ترى ما بداخله ولكن يوجد الكثير من المطورين الذين يرون ما بداخله مثلاً Wordpress يوجد الكثير الكثير من المطورين حول العالم ما يراجعون هذا الكود إذا وجدوا شيء خطأ في هذا الكود أو شيء يستخدم للإساءة للمستخدمين أو شيء يستخدم للحصول على معلومات من المستخدمين أو للتجسس عن المستخدمين Wordpress ستجد هؤلاء المطورين يتحدثون عن هذا الموضوع ويحذرون من ذلك ولكن بالنسبة إذا كان البرنامج مغلق لا أحد ينظر إليه لا أنت ولا غيرك فلا أحد يستطيع أن يقول هذا البرنامج يستخدم للإساءة أو لا نحن الآن علينا أن نكون بواعي واضح بواعي كبير أن لا نستخدم الأشياء فقط مجرد الاستخدام أننا نريد أن نستخدم فقط يجب أن نبحث عن الأشياء المفيدة لنا كأشخاص والتي تضمن لنا حريتنا ليس فقط الحرية أن تقول طبعاً أنا الآن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه جداً يهمني وربما في القناة سأتحدث عن مواضيع الخصوصية ودور الأنظمة المفتحة المنظر بالخصوصية المستخدم وأعتقد أن الكثير من الأشخاص لا يقدرون خصوصية المستخدم أو ربما يشتركون بالكثير من الخدمات التي تقدمها الكثير من الشركات دون قراءة نص خصوصية المستخدم وهذا الشيء يجب أن نكون وعين بخصوصها وبالتالي أنا سأتحدث عنه وربما سأطيل هذا الفيديو لأتحدث عن هذا الموضوع وربما أزعج بعض المتابعين نحن لا نريد أن نستمع تلك المحاضرات لا نريد أن نتحدث حول ذلك ولكن أنا أريد أن نتحدث حول ذلك فأتمنى منكم أن تستمعوا لهذه النقاط لأنها مهمة جدا الفكرة أن علينا أن نبحث وراء حريتنا ليس الحرية التي نسمعها بالتلفاز والأمور الأخرى الحرية بأن نقرر ما المنتجات التي نريد أن نستخدمها المنتجات العادية أم المنتجات التقنية فمثلا لا يجب أن نسمع مثلا فلان يروج لبرنامجه طبعا ليس فلان كشخص فلان كشركة كبيرة تروج لمنتجاتها ونقول هذا شيء جيد يجب أن نذهب ونشتري هذا المنتج إن كان برنامج أو غير برنامج أو كان جهاز تقني ليس علينا ذلك مثلا كان جهاز هاتف أو جهاز لابتوب أو أي شيء آخر علينا أن نكون وعين أن نعرف ما الجوانب الأخرى لهذا المنتج وخصوصا بالبرمجيات عندما يكون البرنامج مغلق فأحيانا يكون فيه أشياء مغلق لا يعني أنه مغلق لحماية حقوق الملكية وإلى آخره مغلق ربما يحتوي أشياء للحصول على معلومات من المستخدمين دون أن يكونوا على علم بذلك هذه المعلومات لن تسيء لك بشكل شخصي ولكن ستجعل من شركات كبيرة أن تقوم باستغلالك واستغلال معلوماتك للحصول على المال أو الحصول على الخدمات أخرى فالكثير من البرمجيات المغلقة تستخدم ذلك البرمجيات لا يعني برنامج فقط مرة أخرى قد يكون نظام تشغيل مثل نظام تشغيل ويندوز الذي يستخدم خاصة نظام تشغيل ويندوز الأخير استخدم للتجسس على المستخدمين والحصول على معلومات منهم في بعض الدول تم منع أو لا أقول تم منع لأنني لست متأكدة من ذلك ولكن تم إجراء تحقيقات حول نظام تشغيل ويندوز بسبب المساس بخصوصية المستخدم فلذلك مثلا أنا تجدوني أنا أستخدم لينوكس لأنه نظام بطوح على المصدر كل الناس تعرف ما بداخله وبالتالي إذا كان هناك طبعا أنا بالتأكيد لا أعرف كل شيء كل كود موجود في لينوكس بالتأكيد لا أعرف ذلك ولكن هناك أشخاص يراجعون هذا الكود إذا كان هناك في شيء خاطئ سأسمع عنه وبالتالي يمكنني اتخاذ الإجراء من خلاله أو بخصوصه مثلا إذا سمعت أن نظام تشغيل لينوكس معين يقوم باستغلال خصوصيتي كمستخدم فأنا سأقوم بتوقف عن استخدامه بكل بساطة لأن هناك أشخاص آخرين يساعدونني بإتخاذ هذا القرار ولكن إذا كان طبعا أنا أعيد وأكرر الأفكار إذا كان البرنامج مغلق لا يمكن ذلك فإذا هذه هي أهمية البرامج المفتوحة للمصدر بداية أهميتها أنني أرى الأشياء الموجودة الأشياء الموجودة في هذا البرنامج واضحة علنية وبالتالي وجود أي شيء فيها ضار خطأ يسئل المستخدم هناك مجتمع كبير يقوم بإتخاذ إجراء حول ذلك طبعا وبتأكيد الأمور الأخرى مثل إذا كان البرنامج تريد تعديله فيمكنك تخصيصه للمستخدم ورقم ثلاثة الفكرة رقم ثلاثة لقد غابت عن ذهني الآن للأسف فإذا دعوني أتذكرها الآن فإذا بداية قلنا أنه يحافظ على خصوصية المستخدم أو لن أقول يحافظ على خصوصية المستخدم إذا كان هناك شيء يسئل خصوصية المستخدم سيكون معروف وبالتالي سنتخذ إجراء حول ذلك سنقوم بالتعديلات إذ أردنا ذلك سنقوم بالتخصيص هذه البرمجيات إذ أردنا ذلك نعم والآن تذكرت الخطوة الأخيرة هي أن كون هذه البرمجيات مفتوحة المصدر فيساهم في تطويرها عدد كبير من المطورين حول العالم فمثلا دعونا نعطي مثال آخر على شركة مايكروسوفت ويندوز مثلا هي تقوم نظام تشغيل ويندوز مغلق المصدر ومن يشرف على تطوير نظام تشغيل ويندوز فقط مايكروسوفت لا يوجد أحد آخر ولكن بالنسبة لأنظمة تشغيل لينوكس على سبيل المثال كالجانب الآخر فهي مفتوحة المصدر وبالتالي ألاف أو أكثر من ألاف المستخدمي المطورين يقومون بتطويرها فهذا أكثر من عقل بشري يساهم في تطوير نفس البرنامج وبالتالي البرنامج يكون أقوى وأفضل فهذا بالنسبة للموضوع طبعا كثير من الأشخاص يقولون أن هناك نقطة أن الأنظمة مفتوحة المصدر غير محمية أو تعاني من مشاكل الأمان لأنها مفتوحة المصدر وهذا الشيء طبعا تم الحديث عنه كثيرا 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 لا يعني إغلاق الكود أنه محمي ولا يعني فتح الكود يعني أنه غير آمن فأذن هذا موضوع غير صحيح لأن مرة أخرى نفس الفكرة الأولى الكود يساهم بتطويره عدد كبير من المطورين الذين يقومون بالعناية بكل ثغرة من الثغارات هذا البرنامج فأكثر من عقل يطور به وبالتالي يقومون بسد الثغارات بشكل يومي للثغارات الأمنية بوقت آخر أن الكود المغلق يطوره عدد قليل من المطورين أو عدد محدود من المطورين وبالتالي لا يمكنهم سد كل شيء لأن طبعا العقول متعددة أو محدودة وطبعا أنا أقول بالعدد محدودة فرق أن يقوم برنامج بتطويره مثلا دعونا أقول ألف شخص على أن يقوم بتطويره ألاف أو مليون شخص فرق فهذه هي الفكرة فهذا بالنسبة للبرمجيات مفتوحة المصدر ولماذا عليك أن تقوم بالأخذ بعن الاعتبار استخدام أحد هذه البرمجيات والتخلي بشكل أو بآخر عن البرمجيات المغلقة لتستخدمها مثلا أن تتوقف عن استخدام برمجي عن نظام تشغيل ويندوز وأنا متعصبة حول ذلك فربما سأجد تعليقات سلبية في شريط التعليقات ولكن لا مشكلة في الفيديوهات القادمة ليس قريبا ولكن ربما في وقت لاحق سأقوم بأنا أفكر بإنشاء سلسلة حول خصوصية المستخدم وهذا الموضوع بالذات لأنه يهمني جدا وأعتقد أنه يجب أن يهمنا كلنا وليس أنا فقط فإذا انتهينا من القسم الأول من الفيديو أعتدر عن الإطالة بالنسبة للقسم الثاني من الفيديو حول القناة سأقوله بشكل سريع كون الفيديو أصبح الآن للتاو الفيديو طويل فبالنسبة للقناة فأنا أفكر جدا بمشاركة الفيديوهات المفيدة كالعادة أنا دائما أفكر أن أنشر شيء مفيد ليس فقط مجرد النشر وأشياء بلا فائدة فقط لغاية النشر لن أقوم بذلك في القناة فأريد أن أطمئن كل الناس الذين يتابعونني دائما سأحرص على مشاركة الأشياء المفيدة والتي تفيدنا معا لكي نرتقي أيضا بالنسبة لهذه القناة لن أشارك أي موضوعات حول البرامج المهاكرة أو كيفية سرقة البرامج أو كيفية استخدام برنامج مدفوع مجانا بالتأكيد لن أتحدث عن هذا الموضوع لن أتحدث عن كيفية استخدام غير قانوني للبرامج في هذا القناة سنتحدث عن كل ما هو قانوني وأخلاقي بكل بساطة حتى بالنسبة للبرامج أعرف أن هناك أعرف أن كلنا تقريبا ناس محترمون لا أحد منا يقوم بالسرقة الأشياء في الحالة الطبيعية أو يقوم بأفعال غير قانونية ولكن بالنسبة بخصوص البرمجيات هناك قلة واعي للأسف فالكثير من الأشخاص يعتقد أن صرقة البرامج شيء جيد يعتقد أن استخدام البرنامج بشكل غير قانوني هو شيء لا بأس به والحقيقة هذا الشيء خطأ هذا الشيء غير قانوني وغير أخلاقي وبالتالي لن أقوم بذلك في هذه القناة طبعا سنتحدث الكثير في هذه القناة سأتحدث عن المواضيع الخاصة بكيفية استخدام برمجيات محتوى المصدر بمختلف المجالات فمثلا أعتقد أن خلال الفيديوهات القادمة سأتحدث عن كيفية سأكمل سلسلة حول كيفية إنشاء المنتدى منتدى على الإنترنت أو منتدى ويب وأيضا سأتحدث عن مواضيع أخرى مثل وورد برس كيفية إنشاء مواقع بمواضعات مختلفة في وورد برس أيضا سأتحدث عن قواعد البيانات كثيرا أعتقد سأتحدث عن قواعد البيانات كثيرا وأيضا سنتحدث هناك بعض السلاسل في ذهني سأحاول أن أقوم بتسجيلها ولكن شيئا فشيئا وبعد الانتهاء من السلاسل التي موجودة في القناة التوفي لدينا سلسلة منتدى ولدينا سلسلة كيفية حماية موقع وورد برس هذين السلسلتين غير مكتملتين سأقوم بالعمل على إكمال هذه السلسلتين في الأيام القادمة وبعد ذلك سأقوم بـ طبعا الفيديوهات سأحاول أن يتم نشرها كل يوم في تمام الساعة السادسة إذا كان هناك داعي سأنشر أكثر من فيديو باليوم على الساعة الثانية عشر الثالثة مساء السادسة مساء تاسع مساء بهذا الشكل إذا لم يكن هناك داعي سأنشر فقط فيديو واحد باليوم وهو سيكون الفيديو الرئيسي في الساعة السادسة مساء أيضا كما أقترح بعض المتابعين أنا نريد سلاسل وكورسات حول موضوعات مختلفة سأقوم بذلك وسيكون هناك كورسات إن شاء الله لم أقوم بتسجيل أي شيء حتى اللحظة ولكن أفكر بذلك وأنا أخذ كل الأقتراحات بعين الاعتبار فإذا هذا بالنسبة للقناة والخط الذي سنسيره بشكل عام موضوعات القناة ستكون متحرة حول إدارة مواقع الويب أو إدارة برمجيات الويب ليس المواقع الإلكترونية ولكن البرمجيات التي تعمل على الويب فهذا موضوع هذا الإطار القناة إطار موضوعات القناة الأساسي فقط سأحاول لن أتحدث عن موضوعات أخرى إذا قررت أن أتحدث عن شيء آخر غير بإطار إدارة مواقع الويب سأقول لكم سأتحدث معكم حول ذلك وما أن يمكننا أن نصل لفكرة أوضح أو فكرة أفضل فإذا هذا بالنسبة للفيديو اليوم أعتذر أنه طويل ولكن هناك بعض الأشياء التي كنت أود أن أشاركها معكم وهذا ما فعلته ودمتم بخير وألقاكم في الفيديو الغد فيديو الغد